ما أجمل القرآن الكريم حينما نستمعه بصوتك عبد العزيز وبهذا الأداء القرآني المتميز ربما يعني عدنا أصوات ما شاء الله لكن جمال الأداء هو الذي ربما يتطلع إليه كل مستمع للقرآن الكريم نتكلم عبد العزيز بداياتك الأولى التي يجهلها الكثير مع القرآن الكريم كيف حفظت القرآن الكريم وكيف تعلمت أحكام ترتيل القرآن الكريم وكيف اكتشفت أيضا أن لك صوت جميل وتمكنت من هذا الأداء القرآني المتميز والله شفخي رضوان البداية كأي شخص الحمد لله أنا كبرت وترعرعت في بيت محافظ وبيت قرآني بامتياز الأب حفظه الله والأم حفظه الله كانوا يعني يزيرونا ويسروا علينا باللي باش نحفظوا القرآن صحيح كان تدخل للدار ولا تخرج القرآن تدخل الجامع شوف القراء الفلاني يفتح تلفزيون فهم صحيح الوالد كما يعلم الجميع أنه إمام مسجد فكنت صغير يعني خمس سنوات قبل ما أدخل إبتدائي كنت نقرأ عنده في المسجد يعني باللوحة والقلم والقلم هذه كتابة صحيح الدواية نسموها أيوه ما شاء الله فخمس سنين نقرأ عنده صغير أنا ما شاء الله أخوتي كبار عندي أخويا محمد حفظه الله وخويا الحاج أخويا محمد هو في قطر هو مولين بالقراءات العشر الحمد لله أخويا الحاج معروف أيضا في المسيلة ما شاء الله وكلهم حفظت الكتاب الله فقلت لك رضوان كنت نقرأ عنده في المسجد كان يقررين أنا صغير معني شاء الله أيوه حتى مرحلة الإبتدائية كاملة كنت نقرأ عنده حفظت على يده كمال 15 حزب ولا أنا صغير الإبتدائي أول يعني مرة نقابل الجمهور في المسجد يعني كانت ليلة 27 في رمضان كنت صغير ممكن أبلغ من العمر سبع سنوات أو ست سنوات فالوالد قال لي اليوم ما قدمك تقررنا آيات فقلت لي معليش قريت فأعجبهم الحال والناس تفاعلت ما شاء الله ومسجد تعالوالد صغير مش كبير فالناس تفاعلت ما شاء الله وهم يعني الفلاسة اللي نسكن فيها على بالهم بلي العائلة انتعنا يعني مشهورين أنهم أصوات جميلة وبيت محافظ وبيت قرآني الحمد لله اللهم لك الحمد بعدها في الإبتدائي كانوا المعلمين يقدموني تقرأ القرآن الكريم فالمعلم مثلا نقرأوا الحصة في نص الحصة يقول لي نبدله شوية الروتين أرواح عبد العزيز تقررنا شوية أرواح مثلا أنشيد لنا شوية أنشودة أو هذه مرحلة الإبتدائي فالحمد لله الناس تجاوبت معانا والحمد لله الواحد تلقى لعونك ويدعمك يعني معنويا وخلاص الحمد لله تمشي شكرا